السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نقوم بمراجعة مايكروفون بويا إموا وهو أصلي قمت بشرائه من المسجر الرسمي لشركة بويا على موقع أليكس بريس لكن قبل مراجعة المايك سوف نختبر هذا المايك هل هو أصلي أو مقلد من خلال رقم الأمان الموجود تحت هذا اللاصق نقوم بإزالة اللاصق ثم نقوم بكتابة رقم الأمان في المربع الخاص به في موقع بويا دوت كوم نقوم بالدخول للموقع الرسمي لبويا سوف أترك لكم رابطه أسفل الفيديو في الوصف بعد الدخول للموقع نقوم بكتابة رقم الأمان في الخانة الخاصة به ثم الضغط على إنكواي وسوف تظهر رسالة في الأسفل كما ترون يقول الموقع أن المايك أصلي وإن كان مقلد سوف يخبرك بذلك ويقول لك بأن المايك فيك أما الآن فسوف نقوم بفاتح علبة المايك لنقوم بمراجعته ونتعرف على ملحقاته التي تأتي معه ونختبر جودة الصوت يأتي المايك بويا إموا في كيس من جيلد ذات جودة عارية يأتي مع هذا السيق على أن المايك أصلي وهذه شهادة الضمان تتميز بنعومة في الملمس بالمقارنة مع المقلد وهذا كتيب كدليل استعمال للمايك بويا إموا ومن خلال الملمس جودة الورق عالية بالمقارنة مع كتيب المايك المقلد وكذلك هذا الكتيب يحتوي على عدة أوراق عكس المقلد فقط ورقة واحدة مثنية أما الكيس الذي يأتي بداخله المايك من الجيلد بجودة عالية محفور عليه اسم الشركة بويا بطريقة احترافية وهذا المايك بويا إموا الغني على التعريف طوله 6 متر كما هو مبين خلف العلبة في الديسكريبشن أما بالنسبة لهذا الزر يمكنك وضعه في وضع الكاميرا أو وضع الهاتف الذكي هذا المايك يعمل ببطارية تأتي مع المايك سنرى طريقة تركيبها يوجد شريط من الثوب بالداخل تحت البطارية لسهولة إزالتها بسحب شريط الثوب أما طريقة تركيب البطارية يجب مراعاة القطب السالب والموجب مكتوب على المايك وعلى البطارية أيضا وهذا مشبك تثبيت المايك على الملابس وهذه مصفات جيل الصوت هذا اللاسق مكتوب عليه بويا بطريقة احترافية عكس المقلد عندما الشريط مايك بويا إموى من المتجر الرسمي تم إرسال مع المايك هذين الفلاتر للصوت على شكل شعر ومعها أيضا رقم الأمان ووراقات الضمان هذه الفلاتر تقوم بعزل الضوضاء عن الصوت وتقوم بسجيل الصوت بشكل نقي وواضح ليكون في علم الجميع أنه في السوق يوجد المايك الأصلي لبويا إموى والمقلد ومن الصعب التفريق بينهما لكن برقم الأمان يمكنك معرفة الأصل من المقلد بالإضافة لبعض التفاصيل على العلبة كالألوان علبة المايك الأصلي العلوان عليها مفتوحة أما المقلد الألوان دائما مغلوقة وكذلك الكتاب بالنسبة لدليل المايك الأصلي يحتوي الكتاب على عدة أوراق ذات جودة عالية على عكس المقلد الكتاب يحتوي فقط على ورقة متنية وورقة الضمان في الأصل ذات جودة عالية والملمس ناعم وعكس ورقة الضمان في المقلد ورقة عادية جدا وكتاب عليها عادية أما الآن سوف نقوم بتجربة الصوت ونقارنه بمايك الهاتف هذا الصوت أقوم بتسجيله الآن عن طريق مايكروفون بويا إموة عندما أقوم بتسجيل الصوت عن طريق مايكروفون الهاتف سوف تلاحظون الفرق أما الآن فأسجل الفيديو عن طريق مايكروفون الهاتف كما تروني أن هناك فرق كبير بين مايكروفون بويا إموة ومايكروفون الهاتف